حزب الكنبة ده نقول له قوم بقى اعا خصوصاً فيه ليه بقى؟ لعدة أسباب السبب الأولاني أنه كل صوت أصبح له قيمة آآ ما عادش فيه تزوير يعني محدش هيصوت حابة عنك الأمر الثالث أنه فيه عدد كبير من الجدوى الانتخابي كانوا من الأجيال الجديدة من الشباب بيدخلوا الأول مرة والشباب هم أكثر حمية وحماسة أو المستقبل ليهم لأن الفترة القادمة كلنا بنسعى إلى تدعيم الاستقرار السياسي للدولة وإننا نمضي في هذا الطريق ولا الناس محلاب تزوير ولا الناس محلاب تسويد يعني أعتقد أنه ده من مورسات الماضي تزييف وتزوير الانتخابات التسويد والتزييف والحاجات دي كلها بقت من مورسات الماضي فمش عايز أكررها يبقى المكسب الحقيقي هنا ليس الذهاب إلى صندوق الانتخابات فقط ولكن رفع درجات الوعي عند الناس اللي يعرفوا أن بلدهم محتاجاهم دلوقتي بلدهم محتاجاهم وإحنا مش بنقول الكلام ده يعني كنعمل يعني أنا مش عايزك تروح تدي صوتك أنا عايزك تروح تقتنع باللي أنت بتديه لصوتك وتعرف أن مشاركتك إيجابية مشاركتك ضرورية فبالتالي لازم تروح لازم تروح ليه بقى؟ لأن أنت في طريق يعني هنا خلاص بقى أنت داخل في مرحلة جديدة هذه المرحلة بتتطلب تثبيت الاستقرار السياسي وأيضا تثبيت الاستقرار عشان الدولة تمضي في خططها بقى المرحلة التانية دي مرحلة بتقتضي أن الناس مصطفين لأن احنا يمكن قدينا شفنا الخطر اللي بيحيد بالبلاد في الداخل والخارج ودي مش فزاعة الناش شفت بعانيها إيه اللي بيحصل فده محتاج رسالة للداخل والخارج أن المصريين وقفين وراء الدولة أيا كان شخص المرشح المصريين بيحترموا دولتهم بيحترموا هذه الانتخابات قدموا هذه المرة نموذج رائع في الأداء المثالي للحملات الانتخابية شفنا أربع مرشحين كل مرشح له برنامج والإعلام فاتح قنواته وفاتح برامجه لكل المرشحين دي زواهر إيجابية لابد إننا نرسلها طب ده بيتطلب مننا إيه في الانتخابات بقى لا تبدأ يوم الحال بيتطلب إنه وسائل الإعلام يعني يتسم أداءها بالمصداقية والحياذ والموضوعية بمعنى إيه؟ بمعنى إن في البعض هيدور سوف يبحث عن لجنة الإقبال فيها قليل فيصور فيديو وبتاع بيقول لك إيه المصريين ما رحلوش قلت لي الصور اللي حالة تكره دي المصريين ما رحلوش بس ده سوشيال ميديا أكتر ما منه قنوات مفروض بقى الإعلام يعني ينقل الصورة الحقيقية أيا كانت لإني يعني المؤشرات بتقول إن يعني هيبقى فيه أكبر عدد من الناخبين هذه المرة لإني فيه أضايا وتحديات متوقع متوقع لإني فيه تحديات واللي حصل في الخارج الحقيقة كان مفاجأة كان مفاجأة كان مفاجأة وبعدين الأمر الثاني أن ننتظر أيوة بالنسبة لنسبة المشاركة ما نطلعش بيانات وننتظر البيان الرسمي بنسبة المشاركة اللي هيصدر عن الهيئة لا نجري وراء السوشيال ميديا فننتظر بيان الهيئة لأنه اللي هيحصل إنه بعض الناس هتبني تحليلاتها على هذه الأرقاب والإرصاءات وقد تكون غير صحيحة فبالتالي هنصل إلى نتائج غير صحيحة الأمر الثالث يعني يعني بنتمنى إن ده يبقى يوم بهجة وفرح يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن الناس تنزل وتشارك الأسر تاخد أولادها معاها لأن ده المستقبل بتاعهم السنوات القادمة اليوم ويبقى كده مشهد كويس جدا في ظل طبعا أقصى درجات الأمن والانضباط لتيسير أعمال الناس فعايزين يعني يعني لو قدمنا صورة إيجابية وصورة نصعة للعالم ده هيفدنا كتير جدا في المرحلة القادمة وفي القضايا والتحديات وإحنا بنقول للدولة كده إيه؟ نعم دينا برلمان جاي انتخابات برلمانين ودي برضو ميبقى فيها ده المهرجان الكبير ودي يعني ودي نعتبرها بروفا بروفا المهرجان الكبير فعايزين برضو أي تجاوز ولا عايزين عايزين نطبع نفس المعايير نفس المعايير نفس المعايير وأي تجاوز بالمرساة وأي تجاوز فنفس المعايير يعني مش معقول أفادة من انتخابات رئاسية وفيها أربع مرشحين وما فيش تجاوز من مرشح على آخر وعلى حملة مرشح على آخر وبعدين نجي في انتخابات البرلمان ونلاقي فيه تلاسن وفيه كلام ملقح فيعني أنا مع حضرتك تماماً إنه عملية الانضباط الإعلامي مهمة جداً في العملية الانتخابات كوكب مجد سواء انتخابات برلمان أو سواء انتخابات وعنا يعني عندنا يعني زي ما نطبع لك فيه مؤشرات آه فيه قواعد فيه مؤشرات دولية وفيه مؤشرات مصرية والاتنين بيتوافقوا مع بعض لأنه مش من مصلحة حد أيوة إنه يزور أو يزيف يعني ليس فيه مصلحة أي إنسان ولكن مصلحتنا جميعاً أن نصل إلى انتخابات نظيفة تعكس آراء الناس الحقيقية في اختيار مرشح حمساء إذا كان رئاسي أو بعد كده في البرلمان لأن البرلمان هي آآ المهرجان الأكبر الحاجة المهمة بقى إنه الموقف المصري فيه آآ بالنسبة للقاضية الفلسطينية انعكس بشكل كبير على المشهد الانتخابي وأصبح اهتمام الناس ما يحدث فيه أمن قوم أمن قوم حماية الدول وعايز أقول لك يعني إيه الموقف المصري آآ في البداية استطاع أن يجهد مؤامرة التهجير القصري آآ دلوقتي إحنا في طريقنا لإجهاض الأمر الثاني اللي هو المنطقة العزلة اللي بينادي بيها نتانياهو آآ الأمر الثالث إنه بيبقى فيه رأي عام دولي كبير مؤيد وداعم للدولة الفلسطينية حتى داخل إسرائيل وأنا هقول لك مثلا عن اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي آآ الأمر الثالثة